السلام خير وأهلا وسهلا بحرارتكم مرة ثانية لتدي حلقتنا اسمحوا لي قبل أن ندخل في تفاصيل أخبار النهاردة الحقيقة يمكن صارة ابتدت الحلقة النهاردة بالكلام على فكرة عدم الاستهتار بالخصمة أو التقليل من شأن وما أعتقدش أنه ده أمر يليق في أي نوع من أنواع المنافسات يعني فكرة أنك أنت خصوصا بعد ما يبقى حققت فوز معين فكرة أنك أنت تقلل من شأن المنافس أو أنك أنت يعني تستهين به الحقيقة لما أعتقدش أنه ده على فكرة الأخلاق الرياضية مش مرتبطة بس بالتسعين ديال في الملعب والأخلاق الرياضية مش مرتبطة بس بأنك أنت تسلم على اللعيب المنافس لما يقع أو يتعلق له شد عضلي أو تاخد بإيده عشان تقومه لها الحقيقة مبدأ الأخلاق الرياضية عام وأشمل بكتير ولا يختصر فقط على الأندية أو على اللعبين والأجهزة الفنية يختصر أيضا أو يندرج تحته كمان الجمهور والإعلام وبالذات الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة جدا وتصريحاته من الممكن أنها تسيق مش العلاقة بين ناديين أو جمهورين لا ممكن تسيق للعلاقة بين بلدين وفي النهاية مش بس فكرة الاستهتار حتى فكرة العامل النفسي اللي بالتأكيد بيكون ليه تأثير ومرضوط كبير جدا على مستويات الفرق ومستويات اللعيبة في الملعب وقلت لحضراتكم قبل كده وعندنا أمثلة كتير حضرة أنا مش أخدكم لتواريخ بعيدة لكن عندنا لمنتدى عظيمة جدا عملها مثلا فريق زي باشلونة على باريس سان جرمان بعد ما قدر باريس النويكسة بخمسة رجع باشلونة رد بالستة وغيرها وغيرها كتير حقيقة يعني فبالتالي في الكرة مفيش مستحيل والعامل النفسي أنا بعتقد أنه لا يقل أهمية على مستوى الجهازية من ناحية الإعداد والتخطيط للمباراة مستوى الجهازية من ناحية اليقى الزهنية واليقى البدنية وبالتالي العامل النفسي ممكن يكون حاسم وممكن يحول وحول بالفعل في أوقات كتيرة جدا نتائج محدش كان ممكن يتوقع حدوثها التحكيم أنا أقف مع التحكيم برضو بصرعة جدا يسارة إيه رأيك يعني إيه رأيك في مستوى التحكيم كان فيه تخوف الحقيقة من التحكيم في المتشاط قبل نهاية قبل المتشاط ما تتلعب هل شايف أنه التحكيم قام بدوره كما يجب أن يكون هل شايف أنه كان ممكن يكون مؤثر بشكل سلبي على نتائج المتشاط طبعا يعني أنا عندي مشكلة مع البلن اللي تحسب علينا في مباراة الأهلي والوداد يعني متهالي مفيش حكا مني يختلف وانت برضو قول معايا على أنه البلن يعني الشنوي كان بيلعب على الكرة ملوش دعوة باللاعب يعني فالشنوي لو ما كانش وقف وما تهزش وصد دربة الجزاء دي كان ممكن جدا اللي سكور يتغير ومجرى المباراة نفسه كله يتغير صحيح عندك هو الشنوي الحقيقة طبعا أنت فيه إجماع من جمهور النادي الأهلي كله أنه الشنوي حتى في اللحظة الأخيرة بتحس أنه حاول بشكل كبير جدا يتفادى اللعيب اللعيب الوداد بسدره ورجع بنصفه الفؤاني كله الوراء عشان ما يبانش أنه فيه احتكاك على الرغم طبعا من أنه الحاكم أصر حتى بعد ما رجي على الفار في ناس كتير جدا بتسأل على الفار تحديدا يعني مش نكلم على التحكيم أو على الحكام طبعا أنت شفت مباراة الزمالك والرجاء كان التحكيم إيه؟ هو طبعا الفار علامة استفهام يعني احنا كان عندنا في مصر مواقف كتيرة جدا كان الفار بدل ما يساهم في حل مشكلات أو يحسم حالة جدل كان الفار نفسه هو حالة الجدل يعني ده الحقيقة أعتقد كان واضح جدا في كل المطشاط نتمنى إن شاء الله ما يكونش فيه أخطاء يعني اللي فات مات زي ما بيقولوا لكن نتمنى وده الأهم إنه اللقاءات اللي جاية يكون الحكام فيها على قدر المسئولية بيكلم على مطشاط مهمة جدا وتقيلة جدا وبينتظرها الملايين سواء كان من جماهير المغرب وداد أو رجاء أو سواء طبعا كانوا من جماهير مصر الأهلي أو الزمالك وبالتالي بيبقى فيه حساسية زيادة شوية خصوصا أنك بتلعب في طولة كبيرة جدا زي دوري أبطال أفريقيا